فشي الكوليرا الكوليرا من القنابل المدمرة ألقى كذبته فصدقها من حوله في هذا الملتقى الذي خصصه لقبائل قادمة من وسط اليمن استحضر صالح الإرهاب والكوليرا قافزا على المنطق أمام عقول حاضريه بل وتمادى في تحريضهم ضد إخوتهم من أبناء المحافظة ذاتها البيضاء وعلى مسافة قريبة من ذلك الخطاب تنطلق في وسائل الإعلام التفاعل شائعة جديدة مفادها عودة بن المخلوع لحكم البلاد تضليل على الفئة الأكثر جهلا عبر سلسلة من القنوات والإذاعات والوسائل الإعلامية والتفاعلية من قبل أتباع المخلوع لتهيئة الرأي العام لتقبل ما هو أسوأ على المواطن والوطن ليست هذه المرة الأولى فعادة ما يقع اليمني بين سندان الحجب والقمع لوسائل الإعلام الحرة وبين التضليل الإعلامي للإنقلاب الذي تضيق معه ممكنات معرفة الحقيقة أمام المواطن المحاصر بالأكاذيب والشائعات حينها فقط تتحول الأوهام إلى واقع والأكذوبة إلى حقيقة والإدارة بالمخاوف والشائعات إلى سياسة ناجحة تؤتي ثمارها لدى الإنقلابيين بعد أن يتلقفها جوقة من التابعين للإنقلاب والمعزولين عن العالم يقول مراقبون إن إغراق الرأي العام بالقضايا الهامشية على حساب القضايا الكبرى من شأنه طمس الحقائق وتغييبها ومصادرة حق الناس في معرفتها فيما يرى البعض أن تشكيل الرأي العام لم يعد بتلك سهولة فالمجتمع اليوم أصبح يقرأ ويشارك في التعبير وترجمة مواقفه على منصات التواصل الاجتماعي والمدونات ولم يعد متلقيا سلبيا لما يراد له إلا أن واقع اليمنيين اليوم عقب الإنقلاب ونهب الدولة بات مرهونا بدوافع الحرب ومسبباتها التي تدار من قبل أطراف الصراع وبواباتها الإعلامية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر